مرحبا يسعد لي أوقاتكم عم حضر لبرنامج جديد اسمه ما بتخلص حكاياتنا هاي الحكاياتي حكايتي وحكايتكن وحكاية كل حدا عم يشوف هاي الفيديو كل حدا مننا عنده حكاية محتفظ فيها جواته لنفسه ما بيرضى يقوله لحده خوفا من دين سياسة ومجتمع عاداته تقاليد خوفا من انه يبين ضعيف ومكسور خوفا من الاحراج خوفا من الاحكام المسبقة كل هدول نحنا نحطفز بقصص كتير جواتنا ما منرضى نحكيها لحده وبتضل هاي القصص عم تعذبنا ومتمانيين انه نقول لحده يفهمنا نحنا قديش مأسرة فينا هاي القصة فبرنامجي بتاح الفرصة انه نحنا نحكي بهدول القصص اللي عنده قصة وحابب يشاركها لا يتردد ابدا انه يبعت ليها على البرائفت ميسج حتى لو من فيك اكاونت انا رح احكي هدول القصص بالثاني وبطريقتي وكأني انا اللي عشته هاي القصة من دون ما اسكر اسم صاحب القصة الحقيقي او اي تفصيل عنه ممكن يدل علي هذا الشي بوعدكن فيه وكونوا متأكدين خلي سقطكن كبيرة فيني واحكوا لانه لازم نحكي لنعلم غيرنا من القصص والتجارب اللي مرأنا فيها ولنضوي ضوع على كتير قصص غيرنا يمكن مو منتبهلة وكمان نحنا بنستفيد لما بنقرأ التعليقات اللي بدأ تجينا من العالم فارجوكم ما عد بدنا نخبي لازم نحكي لنفيد ونستفيد ناطر مسيجاتكن وقصصكن ابتداعا من هاي اللحظة اللي بتشوفوا فيها الفيديو ضلوا بخير وقريبا مننشر اول قصة ولا تنسوا انه حكاياتنا ما بتخلص او ما بتخلص حكاياتنا يلا سلامات